نكمل مع بعض قاعدة صفات وضمائر الملكية شرحنا في الفيديو السابق عن الصفات الملكية اليوم نحكي عن ضمائر الملكية POSSIVE PRONOUNS POSSIVE PRONOUNS ضمائر الملكية نستخدم ضمائر الملكية للتجديد أو التنبيه بفكرة الملكية أو بقاعدة الملكية وغالبا ما تأتي في نهاية الجملة ولا يتبعها شيء غير سواء على استرقيم سواء نقطة أو علامة استفهم إذن نستخدم ضمائر الملكية للتجديد والتأكيد على الملكية وتأتي غالبا في نهاية الجملة ولا يتبعها شيء الآن ضمائر الملكية هي Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs مثال عليهم That book is mine هذا المين ضمير الملكية Mine ضمير ملكية شوفوا وين إجا مكانه آخر الجملة وبعدين نقطة That book is mine للتذكير أو التجديد على الملكية إنه هذا الكتاب لي هذا الكتاب لي إذن الفكرة من ضمير الملكية هو التجديد والتأكيد على فكرة الملكية إنه لي معنى هذا الكتاب بالتشديد والتأكيد عليه إذن That book is mine Mine, لي الآن That book is hers ذلك الكتاب لها إذن هاي للبنة hers, لها That book is theirs لهم هذا الكتاب لهم ذلك الكتاب لهم theirs لحظوا وين إجا مكانهم في آخر الجملة That book is his هاي الضمير الملكية his وين إجا مكانه في آخر الجملة That book is yours لك That book is yours لك أو لك That book is ours هاي الضمير الملكية إجا في الأخير شدد أو أكد على فكرة الملكية إنه ذلك الكتاب لنا ours This house is its هذا البيت له لغير العاقل لغير العاقل إذن لاحظنا وين مكانهم إجا في آخر الجملة إذن نستنتج من هاي القاعدة إنه الضمائر برجع بذكر فيهم اللي هم هي she it I we you they لم حولت هي لصفة ملكية حكيت عنها his ضمير الملكية منها برضو his إذن his his بس كيف دي أميز بين his وهاز صفة الملكية وضمير الملكية صفة الملكية بيجي بعدها اسم إذا كان الفراغ بعدي اسم بحط هاز صفة الملكية إذا الفراغ إجا في الأخير بحط ضمير الملكية اللي هو his إذن كيف أميز بين his صفة الملكية وهاز ضمير الملكية إذا إجا فراغ وبعدي اسم بتكون صفة ملكية إذا إجا فراغ آخر الجملة وبعدها نقطة أو علامة استفهام بيكون هذا ضمير ملكية She لما أحولها لصفة ملكية hair وضمير الملكية منها hairs It It's كيف أميز بين It's و It's It's إذا كانت صفة ملكية بيكون بعدها اسم وإذا إجت الفراغ في آخر الجملة بيكون ضمير ملكية I My Mine We Our 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 You Your Yours They Their Theirs إذن الضمائر He She It I We You They وين مكانهم الضمائر؟ مكانهم في أول الجملة بتكون وظيفتهم subject فاعل بيجي بعدهم فعل Possitive Adjective صفات الملكية وين مكانهم حكينا في الفيديو السابق إنه مكانهم في وسط الجملة وبعدهم اسم بعدهم لازم يكون اسم ضمائر الملكية وين مكانهم؟ مكانهم في آخر الجملة وبعدهم بيجي علامة الترقيم النقطة أو علامة الاستفهام أوكي مثال He is a doctor لاحظوا اله ضمير إجت في أول الجملة بعدها الفعل is وظيفتها فاعل His coat is beautiful His coat is beautiful لاحظوا هز هاي صفات ملكية كيف عرفت؟ لأنه إجا بعدها اسم كوت اسم Now فهز هاي صفات ملكية Possitive Adjective This bag is his هاي الهز ضمير ملكية كيف عرفت؟ لأنها إجت في آخر الجملة وبعدها علامة الترقيم النقطة She is a doctor نفس الإشي الشي إجا ضمير فاعل في أول الجملة أجت فاعل في أول الجملة وبعدها فعل Hair coat is beautiful هون حطيت hair لأنه بدي أستخدم قبل الأسماء بدي أستخدم صفات ملكية أما This bag is here هاي ضمير ملكية إجت في آخر الجملة إذن لما يجي الفراغ عندي في أول الجملة بحط subject الفاعل إذا إجا الفراغ في وسط الجملة وبعده اسم بحط صفة ملكية إذا إجا الفراغ في الآخر وبعده علامة الترقيم بحط ضمير ملكية I am a doctor أنا doctor I هون ضمير فاعل إجت موقعها فاعل وإجا بعدها am فعل there to be My coat is beautiful My صفة ملكية لأنه إجا بعدها اسم This bag is mine Mine ضمير ملكية لأنه إجا في الأخير وبعده النقطة We are doctors Our coats are beautiful These bags are ours We الأولى ضمير هي فاعل Our coats هون صفة ملكية استخدمت لأنه إجا بعدها اسم These bags are ours إجا الفراغ في آخر الجملة استخدمت ضمير ملكية لأنه الضمير دائما في الأخير You are doctors أنتم أطباء You الفاعل إجا في أول الجملة Subject Your coats Your هون صفة ملكية لأنه إجا بعدها coat These bags are ours Yours ضمير ملكية إجا في الآخر They are doctors They Subject الفاعل إجا بعده verb There to be There codes There هون صفة ملكية لأنه إجا بعدها اسم These bags are theirs There's ضمير ملكية في الآخر لأنه إجا بعده نقطة It is adult إنها دمية It هون subject الفاعل ضمير Its dress It's استخدمت صفة ملكية لأنه إجا بعدها اسم This bag is its هاي الشنطة إلها It's ضمير ملكية لغير العاقل لأنها للدل إحنا بنحكي فاستخدم ضمير ملكية لأنه في الآخر كيف أميز بين its وits صفة الملكية وضمير الملكية؟ صفة الملكية بيجي بعدها اسم ضمير الملكية في الآخر وبيجي بعده نقطة أو علامة استفهام ناخد اختيارنا الصح هون راح أختار في الجملة بدي أركز إذا عندي خيارين بدي أركز علي بعد الخيار بعد الفراغ شو إجا بعد الفراغ؟ شو إجا بعد الفراغ؟ وي اسم إذن إيش أختار قبل الاسم؟ هز ولا هير؟ أكيد هز لأنه بدي أحكي عن أنا عن ولد إذن هز وإن ذا فورست ذات بين إز ماي ولا ماين؟ وإن إجا الفراغ في آخر الجملة؟ إذن بختار ضمير ملكية اللي هو ماين يو كان ريد يور ولا يورز بويم؟ عندك بويم هي اسم إيش أختار قبلها؟ أختار صفة ملكية لأنه صفة ملكية لازم يجي بعدها اسم فبختار يور أور ولا أورز كلاس هز جيد ثلاثا كلاس اسم أختار أور ولا أورز؟ إيش أختار صفة ملكية ولا ضمير ملكية؟ أكيد صفة ملكية لأنه قبل الاسم لازم صفة ملكية آخر مثال عندنا هون لين أجا الفراغ؟ في الآخر فإيش بختار ضمير ملكية اللي هو ذيرز وسط ملكية ليست حتى من dat墜ان مع مالذي